أجد الترحيب بك معنا من جديد دكتور إدريس الكمبوري ما رأيك ياني هل بحسب متابعتك لهذه القمة الأوروبية المصغرة وهي ليست القمة الأولى من نوعها على اعتبار ملف مكافحة الإرهاب دائما ضمن أولويات دول الاتحاد الأوروبي هل تخرج هذه القمة هذه المرة بأي جديد في سياق هذه الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب نعم مرحبا ومرحبا بضيفكم الكريم أنا أعتقد أن هذه القمة ليست جديدة أو موضوعها ليس جديدا لكن الجديد اليوم هو أن فرنسا التي واجهت مجموعة من التحديات مع التطرف داخل ترابها ومجموعة من العمليات في الآوينة الأخيرة يمكن القول بأنها في الأسابيع الآخرة كانت في شبه عزلة بالنظر للتصريحات التي أدل بها ماكرون فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين هذه الحملة على الصعيد العربي والصعيد الإسلامي ربما دفعت ماكرون إلى زاوية ديقة لكن جاءت العملية الإرهابية في النمسا لكي تنفس نسبيا على الموقف الحرج لمكرو ومن ثم وجد أن خيرة وسيلة وهي الهجوم الهجوم على الاتحاد الأوروبي بمعنى إدانة أوفاق وترتيبات فضاء شينغن وانتقاد هذا الفضاء على اعتبار أنه وضع عندما وضع للتمكين للمواطن الأوروبيين للعبور داخل الحدود الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي لكن هذا الفضاء لم يمكن من تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومن هنا دعوة ماكرون إلى إعادة النظر في هذا الفضاء وفق ما تقتضيه مصالح الأمن الخارجي للاتحاد الأوروبي سوف نرى ما يمكن أن تخرج بهذه القمة المستقلة إلى أي حد بلدان الاتحاد الأوروبي سوف تقبل هذه الأفكار وهذه المقترحات التي هي في النهاية حد الآن هي مقترحات فرنسية وتنتظر من سوف يتبنع وسوف نرى إلى أي حد سوف تنجح فرنسا في استقطاب أصوات داخل الاتحاد الأوروبي